لكن اللي بيأثر على هذا الشخص هو الضغطات العالمية ضغط العالم قوي جدا على المؤمن والرسول بولوس حذر من هذا الموضوع قال ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة لا تشاكل لألا تتشكل بحسب مبادئ وبحسب قيم وبحسب فلسفة وبحسب نظام هذا العالم نظام هذا العالم هو نظام ضد المسيح فبكل الوسائل وفي كل الإمكانيات بيضغط على المؤمن حتى يكون على الأقل إذا ما بيكون غير مؤمن يكون شخص غير نشيط غير فعال يعني بيكون في حالي مثل الفيتشتابول مثل شخص خضرة يعني إنسان راكد لا حول له ولا قوة لا حراك لا نشاط روحي ولا حتى يعني عنده مفهوم الروحانيات في حياته الخاصة العالم بيضغط على المؤمن والعالم بيضغط بقول لا تشاكلوا هذا الدهر لأنه فيه سيد لهذا الدهر إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله ترجمة نانسي قنقر